اشتركوا في القناة ورسالة لجلالة الملك المفدى سعادة السفيرة سوه إبراهيم حمد رفعت سفيرة جمهورية مصر العربية لدى المملكة خلال استقبال جلالته لها في قصر السخير هذا اليوم وأعرب جلالته حفظه الله عن شكره وتقديره لأخي فخامة الرئيس المصري على هذه الدعوة الكريمة مشيدا بما يربط البلدين والشعبين الشقيقين من علاقات أخوية متميزة وراسخة وبالمستوى المتطور الذي وصل عليه التعاون والعمل المشترك على كافة الصعود كما عرب جلالته عن تقديره واعتزازه بالدور التاريخي العريق الذي تطلع به جمهورية مصر العربية الشقيقة على المستوى الإقليمي والعالمي وبمساهماتها الهامة في خدمة الحضارة الإنسانية من خلال مد جسور الصداقة والتواصل والحوار بين مختلف الثقافات أكد جلالته على الدور المحوري الذي يطلع به الشباب في بناء نهضة الأوطان وتحقيق أهداف التنمية الشاملة وضمان استدامتها متمنيا لأعمال منتدى شباب العالم كل التوفيق والنجاح في تلبية تطلعات الشباب وخدمة قضاياهم ترجمة نانسي قنقر